اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيه اهم ما تدولته الصحف العربية والمواقع اليمنية البداية من المواقع الاخبارية من الترجمة الخاصة التي اوردها موقع الموقع بوزت تحدثت عن ما بسته قناة اي بي سي الامريكية الاخبارية والتي تساءلت ما الذي يحدث في اليمن وقال التقرير اليمن هو البلد الفقير في الطرف الجنبي الغربي من شبه الجزيرة العربية والمشرفة على مضيق باب المندب ولدى الولايات المتحدة لديها مصلحة قوية في ضمان سلامة السفن التجارية وان ثلاثة الى اربعة ملايين برميل من النفط تمر يوميا عبر هذا المضيق يتابع التقرير وجود حكومة مستقرة في اليمن امر مهم لدول الخليج وذلك لقلقها العميق من الدعم العسكري والنفوذ الايراني مع الحوثيين والذي قد يؤدي الى وجود عسكري ايراني في شبه الجزيرة العربية خاصة مع المخاوف بشأن برنامج ايران النووي عن الهجمات الفاشلة التي تعرضت لها السفن الامريكية والسفينة الاماراتية قال التقرير هذه الحوادث تسلط الضوء على التهديد الصاروخي طويل المدى الذي يشكله الحوثيون على دول الجوار وانه من غير المعروف ما اذا كانت هذه الصواريخ روسية او هي تلك التي لطالما تحدثت عنها السعودية بان ايران قد زودت الحوثيين بها بينما كانت السلطات الامنية تعد لرحيل عفوا لترحيل تعد لترحيل ما يزيد عن الف مهاجر اثيوبي الى انها تفاجأت انهم فروا من السجن جميعا وعنوان موقع يمن مونيتر فرار الف اثيوبي من مركز احتجاز جنوبي اليمن افاد مسؤول امني ان نحو الف مهاجر اثيوبي فروا من مركز احتجاز في عطق عاصمة محافظة شبوة كانت السلطات الامنية تحتجز فيه نحو 1400 اثيوبي استعدادا لترحيلهم بعد ان دخلوا البلاد بشكل غير قانوني قال المسؤول عملية الفرار كانت منظمة بشكل جيد واضف ان الفارين استقلوا عربات كانت بانتظارهم لنقلهم الى محافظتين مأرب والبيضاء المجاورتين في مجموعات صغيرة يتابع يمن مونيتر وصل مئات الاثيوبيين الى جنوب اليمن خلال الاشهر الماضية رغم النزاع الدائر في البلاد بين الحوثيين وقوات الموالية لحكومة الرئيس عبدالربو منصور هادي منذ اكثر من ثمانية عشر شهرا يوم الاحد المغدور تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقاله المنشور في الاشتراك نت وقال الكاتب عن نبتة الثورة التي لا يمكن اجتساثها طال الصراع او قصر ستظل كلمة الشعب هي الاقوى وستظل القواسم المشتركة والمشاكل العميقة التي تمس حياتهم اليومية هي منبع توحودهم لانها في الاساس اساس فشل مراكز القوى والنفوذ في الضفتين في صنعاء ربما الامر اكثر تعقيدا ومدعاة للترقب فسلطة الثورة المضادة هناك تفرض قبضتها الحديدية على المجال العام وتتوسل كل الشعارات الغبية في سبيل منع الجماهير من الاندفاع ميدان الصراع يتسع عما قريب لن تكون جبهات الحرب بمنعا خصوصا مع تنامي نفوذ تجار الجثث ومهندسي صفقات الاسرى المشبوهة من يقاتلون في صف المقاومة من ابناء الشعب ولم تعد المسألة بالنسبة لهم خيارا من بين خيارات عدة بل اتجاه اجباري ومفروض هو ما يجعل قوات الثورة المضادة عاجزة عن تحقيق تقدم رغم كل المشاكل التي تحيط بالفعل المقاوم ومن يقاتل في صفوف الثورة المضادة هم في غالبيتهم ابناء الفقراء الذين تم استغلال حاجتهم وجهلهم لكن اجتداد المعاناة وفتح مساحات جديدة للصراع مختلفة كليا وتتسع للجميع ستجعل هؤلاء مجبرين على اعادة حساباتهم بالطبع ليس هذا بيان استغناء عن الاحزاب السياسية بقدر ما هو دعوة لاخلاء العهد ودعوة موجهة لتلك البيروقراطيات التي تتمسك بالعيش خارج الزمن بالمقابل دعوة للجماهير لاستشعار مأزق تضحياتها التي تذهب هدرا في كل مرة بينما الهدف ابعد من مجرد اثارة للرعب او اسقاط سلطات طارئة هناك ألف أحد في انتظارنا وكل تأخير هو فرصة لمزيد من التكامل وأكثر للمراجعة وتحميص الإخفاقات والخيبات المتكررة في سبيل تجاوزها مرة وإلى الأبد فهذا هو الزمن الذي لا يشبه أي زمن آخر إلى موقع المصدر أونلاين عنوان سلطات جيبوتي تفرج عن جرح يمنيين احتجزوا لمدة يومين في أحد مستشفيات المدينة ينقل الموقع عن المركز الإعلامي لمحافظ محافظة تاعز أن السلطات الجيبوتية أفرجت عن مجموعة من الجرح ومرافقهم كانوا قد احتجزوا الاثنين الماضي في أحد مستشفيات المدينة وبحسب بيان صحفي للمركز فإن المحافظ علي المعمري بحث مع وزير الخارجي اليمني عبد الملك المخلافي أسباب الاحتجاز وأن مساع دبلوماسية قادها الأخير تمخضت عن الإفراج عن الجرح كانت السلطات الجيبوتية وبحجة التقاط صور بالهواتف احتجزت الجرحى ومرافقيهم في ظروف صحية سيئة وظلوا في المستشفى دون تدخل طبي عدى إسعافات أولية بسيطة موقع السهاريج نيوز عنوان في صفحته الرئيسية وقال المصور الصحفي نبيل القعيطي يفوز بجائزة روري بيك البريطانية المرموقة قال الموقع إن المصور الصحفي نبيل القعيطي فاز بجائزة روري بيك السنوية المرموقة لأفضل مصوري الفيديو من الصحفيين المستقلين في العام 2016 قال الموقع إن الفوز جاء عن مقاطع الفيديو التي وثق فيها يوميات الحرب في عدن أبيان أثناء الاجتياح العسكري من قبل الإنقلابيين وصالح على عدن والمحافظات المجاورة بين شهر مارس وأكتوبر عام 2015 وقال المصور الصحفي نبيل القعيطي إن الفوز بالجائزة هو نصر جديد لعدن وأنه سعيد بحصوله فرصة للمشاركة في المصابقة والفوز بالجائزة معبرا عن شكره وتقديره للوكالة الفرنسية فرانس فخس على ترشيحها له في مصابقة صوني التي شارك فيها مئات المصورين من مختلف دول العالم تهنين لعبة استهداف البوارج الأمريكية تحت هذا العنوان كتب أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء وديع العزعزي كتب مقالا نشره في الوحدة ويند وقال الكاتب على ضوء تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية عقب محاولة استهداف البوارج الأمريكية في البحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية أعتقد أن لذلك علاقة بترتيبات استباقية تتعلق بنقل الصراع في المنطقة إلى بعد جديد في إطار الصراع بين الدول الكبرى على الممرات والمنافذ الدولية وكذلك تطويق المنطقة عسكريا وهذا المخطط ليس جديدا ولكن تبدو ظروف المنطقة وطبيعة الصراعات بما تتصف به من أبعاد طائفية وقومية أو سياسية واقتصادية سانحة لتمريره وبالتالي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على باب المندب تحت ذريعة حماية الملاحة الدولية من الأخطار التي تنفذها بصورة مفتعلة قوات المخلوعي والحوثي تحت أجندة ومشاريع استراتيجية للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبما يخدم الهدف الاستراتيجي للكيان الصيوني وفي ضوء التواجد الروسي عبر قواعدها في سوريا المطلة على البحر الأبيض المتوسط وفي كل ذلك يكون العرب هم الخاسر الأكبر والأكثر تضررا من تلك السيطرة كونها تشكل خطرا مباشرا على الأمن القومي العربي للدول العربية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ومصر لسيما مع النفوذ الإيراني المتزايد في مضيق هرمز وبحر العرب الأيام القادمة ستكشف حقيقة لعبة استهداف البوارج الأمريكية وعلاقتها بإعادة تقسيم المنطقة وفقا للخطط الأمريكية لم تعد هناك بقعة ليس فيها نازحون وفرون من الحرب حتى إلى المناطق التي لم تكن تذكر في السابق وفقا لموقع عدا الغد نازحون بلودار يقولون إن المعونات الإغاثية لا تصلهم قال النازحون المعونات الإغاثية لا تصلهم رغم شكواهم المتكررة من القائم على الإغاثة في السلطة المحلية وقال النازحون أيضا من مكيراس نازحوا جراء حصار ميليشيات العدوان الحوثية للمدرية إلى لودر قالوا إن السلطات المحلية في لودر لم تقدم لهم المساعدات متهمينها بتجاه المعاناتهم حيث أكدوا أنهم تركوا كل شيء خلفهم بعد أن أنطرت الميليشيات منازلهم بالقذائف في شهر أغسطس من العام الماضي نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود الصحافة العربية في أعدادها اليوم عن الشان اليمني ابقوا معنا نعاود معكم مطالعة أهم ما تقوله الصحافة العربية اليوم البداية من العرب الجديد تابعت جانبا آخر من نتائج الحرب وعلقت اليمن الضائقة المالية تغلق 600 مستشفى وترفع أسعار الخدمات تقول الصحيفة أن الحرب والأزمة المالية في اليمن أدت إلى إغلاق نحو 600 مستشفى ولتضرر 1900 مرفق صحي من أصل 3500 مرفق في البلاد حسب تقارير محلية رسمية ومنظمات دولية كما شهدت تكلفة الخدمات الصحية شهدت تكلفة الخدمات الصحية وأسعار الأدوية ارتفاعا كبيرا ما فاقم الأزمات المعيشية لليمنيين تضيف العرب الجديد الصراع الممتد الصراع الممتد منذ أكثر من 18 شهرا في البلاد تسبب في حرمان الألاف من الحصول على خدمات هذا القطاع الحيوي كما تضرر الأطباء الكادر الوظيفي حيث لم يتسلم معظمهم الرواتب بسبب الدائقة المالية التي تعاني منها البلاد تعاني اليمن أيضا من أزمة رواتب منذ شهرين على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحد للإرادات العامة التي أدت إلى إضراب شامل شل معظم الوزرات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والعاصمة المؤقتة أيضا عدن مقر الحكومة قال محافظ شبوى حامد الخليفي لصحيفة الشرق الأوسط إن عمليات تهريب النفط التي كانت تجرى عبر المحافظة توقفت وقال كان هناك تهريب عبر موانئ غير قانونية تم إيقافها بالتواصل مع وزير النقل والتنصيق مع التحالف العربي وما تبقى من عمليات التهريب هي عمليات تهريب لاجئين من الصومال وأريتريا إثيوبيا بالنسبة للصومال تم معالجة أمرهم عبر اليونيسيف ومنظمة اللاجئين وحجزهم في معسكرة خاصة أما الآخرون الذين يمرون بشبوى للإتجاه للسعودية يتم التعامل معهم وحجزهم لكن نحتاج إلى تفعيل ألية تعاون مع التحالف لعادة هؤلاء لدولهم لأنهم يشكلون عبءا ثقيلا على المحافظة عن الإرهاب في شبوى وعن أسبابه أوضح الخليفي وضع شبوى القبلي والاجتماعي وظروف التنمية المتردية فيها هي من جعلت اسمها يرتبط بالإرهاب أكد المحافظ أكد عدم وجود حضنة شعبية لهم على الإطلاق وقال هناك أفراد وعناصر من الشباب انجرفوا لهذه المجموعات لغياب التنمية إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية تبعت أيضا الظروف الصحية السيئة التي تمر فيها محافظات الجمهورية وتطورات مرض الكوليرا أربعمائة مريض بالفشل الكلوي في تاعز مهددون بالموت وحالة وفاة بالكوليرا في الحديدة أعلنت مصادر طبية في مدينة الحديدة وفات حالتين مصابتين بوباء الكوليرا وسط تكتم شديد من الجهات الصحية في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المتمردين أي الحوثي والمخلوع صالح أكد مصدر في مستشفى العلف في الحديدة أكد للاتحاد أن شابين تدهورت حالتهما الصحية جراء الإصابة بمرض الكوليرا في ظل نقص الرعاية الطبية المقدمة في حين وصلت خمس حالات مصابة في مستشفى الثورة لافتا إلى أن حالات الإصابة في تزايد في لاحج أعلنت مصادر طبية ظهور حالتين مصابتين بوباء الكوليرا وتم نقلهما إلى أحد المحاجر الطبية في مدينة عدن المجاورة في الوقت سجلت إحصائيات طبية أن عدد الحالات المصابة بلغ 16 حالة منها 11 حالة في العاصمة صنعا أما في تاعز فأكد مسؤولون في قطاع الصحة بمحافظة تاعز أن قرابة 400 مريض بالفشل الكلوي معرضون للموت البطيء نتيجة إنعدام محلين الغسيل في المحافظة وأكد مصدر طبي أن مركز غسيل الكلة في مستشفى الجمهورية في تاعز أغلق تماما نتيجة النقص الحاد في الأدوية إضافة إلى نقص الأجهزة الطبية التنظيم الدولي الإيراني في مجلس حقوق الإنسان تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقالا ونشره في موقع الموقع بوست وقال العلي في أجزاء من المقالة شاركت في بعض جلسات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جينيف نهاية ستنبر الماضي ما أتح لي متابعة حجم التنسيق القائم بين أعضاء التنظيم الدولي الإيراني بمن فيهم ممثلوا جماعة الحثي في جلسات مجلس حقوق الإنسان تقوم المنظمات الإيرانية بالإضافة إلى تلك التابعة لحزب الله اللبناني ولشيعة العراقي والبحرين بمهمة تنسيق فعاليات وأنشطة جماعة الحثي في مجلس حقوق الإنسان وكان من أشكال الدعم المقدم من أعضاء التنظيمات الدولية الإيرانية تكرار هذه المنظمات كل ما تذيعه وتنشره وسائل الإعلام الحثية في اليمن خصوصا قناة المسيرة وهي تتناول الأحدث بحرفية أكثر وتحليل أمهر لتتلاءم مع متطلبات التشريعات الحقوقية والإنسانية العالمية ومن المواقف الفاضحة للتنسيق العالي بين جماعة الحثي وبقية أعضاء التنظيم في جنيف اعتداء عناصر من الحج الشعبي العراقي وآخرين كويتيين يطلقون على أنفسهم حقوقيين على مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين اليمنيين المشاركين في جلسات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والذين أوجعوا جماعة الحثي بعد أن كشفوا للمجتمع الدولي جانبا من بشاعة ما تمارسه الجماعة في حق الشعب اليمني كانت هذه الجماعة تخطط من تلك الاحتداءات لإقحام الوفد اليمني في عراق وشجار أمام بوابة مجلس حقوق الإنسان ليتم بعدها استبعاد اليمنيين من المشاركة في الدورات المقبلة وربما منعهم من دخول جنيف لا سيما والمعتدون مقيمون في دول أوروبية ولن يتضرروا كثيرا من مثل هذه المشكلة خلاصة القول أن عضاء التنظيم الدولي الإيراني يعملون كتلة واحدة ولصالح مشروع واحد ولتحقيق هدف مشترك بين هذه المكونات في دول مختلفة صحيفة الخليج عنونت في إحدى صفحاتها اختطاف نجل صحفي في صنعاء تقول التفاصيل الصحفي طارق سعد اتهم جماعة الحوثي باختطاف نجله سهيل في صنعاء وباقتياده إلى جهة مجهولة وتعذيبه نفسيا إلى مساء اليوم التالي قال سعد إنه أيضا تم التحقيق مع نجله ومن ثم إرغامه للتوقيع على أقوال وتعهدات لا يعرف مضمونها تحت التهديد وأثناء التحقيق مورست ضده شتى أنواع التعذيب النفسي والإهانات والسب من قبل الحوثيين إلى صحيفة القدس العربي تابعت تحول أستاذ جامعي في جامعة صنعاء إلى بائع متجول قالت الصحيفة في صفحتها الأولى أستاذ جامعي يمني يعلن امتهانه بيع القات بسبب قطع الحوثيين راتبه الشهري تقول التفاصيل مع تفاقم الأوضاع المعيشية في اليمن وانقطاع المرتبات الشهرية للموظفين وارتفاع الأسعار أعلن أستاذ في جامعة صنعاء عن توقفه عن التدريس وعن بدء عمله الجديد في بيع القات تضيف الصحيفة الأستاذ الجامعي قدم اعتذاره لطلابه لانصرافه لعمله الجديد بسبب بحثه عما يقوم بمتطلباته وأسرته لعجز الحوثيين عن صرفها لموظفي قطاعات الدولة المدنية والعسكرية قال الدكتور عبدالله معمر الحكيمي وهو أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجي في كلية الأداب في جامعة صنعاء في منشور على صفحته على الفيسبوك مخاطبا طلابه ثقوا أن مهنة بيع القات في الأسواق العامة وإن كانت مستهجنة إلى أنها لا تنتقص مني ومنكم مطلقا واعتذر الحكيمي على صفحته بلغة عاطفية حزينة لطلبته في الجامعة عن إقدامه على هذا العمل بقوله لا أجد من هو أحق بالاعتذار والإنحناء أمامه سواكم من وهبتهم في يوم من الأيام عصارة ذهني وذكر أنه واثق من أنهم سيقدرون القرار الذي قال إنه لا ولن يمس شرفكم وسمعتكم ويقلل من هاماتكم عني مطلقا رئيس طيارة الفرح تحت هذا العنوان كتب فكر قاسم مقالا عن طوق اليمنيين لمرحلة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي التي تلمسها وشاهدها في عيون وذكريات الأباء حتى أولئك الذين لم يلحقوها وقال الكاتب في جزء من المقالة حتى الذين كانوا صغارا تحت سن الرابعة يتذكرون الآن جيدا من روحيات الهيلوكوبتر التي كانت في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي تحلق فوق رؤوسهم وتفرغ ما بداخلها من أكياس نايلون شفافة وملئة بقطع البسكويت والحلوة أتذكر ذلك بما يشبه الخيال ولابد أن تلك الحركة الدافئة والسهلة التي أبدعتها من روحيات الحمدي لم يكن الهدف منها إسعاد الأطفال فحسب بل ولقد علمتهم كيف يرفعون رؤوسهم إلى السماء وباغتيال الحمدي نسي الأطفال والكبار معا رؤوسهم في الأرض ولم تعود المروحيات حنونة قدر ما هي نذير شؤم ونخيط خصوصا تلك التي تحلق في السماء لتفرغ ما في بطنها من بارود جيل من الأطفال الذين لم يعيشوا فترة الحمدي التقط لهم أهاليهم لاحقا بعد سنوات من اغتياله صورا وهم يؤدون مثل تلك التحية العسكرية البهية كما لو أنها آخر ذكرى حملها الآباء لرئيس صنع البزة العسكرية هيبتها الأنيقة أو كذكرى لأربعين شهرا فقط مرت كما لو أنها شهر عسل عاشها إنسان شمال اليمن زعيم حليق الشارب ونزيه اليد كانت كرامة إنسان اليمن أهم أولوياته بالتأكيد كل الذين خذ لهم القانون الآن وأحاطتهم الانتماءات الضيقة وهمشتهم المصالح الأسرية وأهانتهم بلدان الاغتراب وأصعدتهم بنادق زعماء القبيلة يحلمون بفرصة أخرى كتلك التي جاءت بإبراهيم الحمدي إلى سدة الحكم ليستعيدوا معه دولة المواطنين المنهوبة لسيما وأن أولئك الذين اغتالوا إبراهيم كما اعتاد عامة الناس مناداته غير مسبوق بأي لقب لم ينجحوا في اختطاف السلطة من المواطنين فحسب بل نجحوا أيضا في جعل إنسان اليمن هامشيا وتعوزه جرأة رفع رأسه من جديد الحرب والحصار المفروضان على غزة منذ عقود لم يمنع أهلها من ممارسة حياتهما حياتهم ولم يوقفا الفن حتى والحياء فقد خصصت المدينة أحد أيامها للرسم من أجل الذين يعانون من أمراض نفسية جولة اليوم في غزة التي تواجه الحرب بالفن نتابع سويا الصور المنشورة في العرب الجديد ترجمة نانسي قنقر ما زلنا بالفنون نختم معكم حلقة اليوم وهو مع فن الكاريكاتور حتى ألقاكم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر